مرحبا بكم اول شي ماشي لا تشوف تيفي شرفتونا ونورتونا انا بقال حد الان في حد الساعة معارفاش يعني هذك الكم ديالهجوم والكم ديالحقد والكم ديالبغض اللي كان في ذاك الحساب من تجاهي انا شنو سبابه حينت ممكن فسرو ان شي حد يعني باغي يطيحك باغي يمحيك باغي يحيدك من السوشال ميديا اوكي ولكن باش توصل لدرجة ان حساب تحل باش يبدأ هاجمك لمدة سنتين وهجوم ماشي عادي هجوم اللي يدارلي انا مادر تشي حد يمكن في المغرب تشي وحدة في المغرب الهجوم اللي يدارلي انا عانيت منه لمدة سنتين واربع شهور يعني اي وحدة في بلاستي كانت غادي ترفع الراية البيضة وكانت غادي تنهار وممكن تيدي ذاك الحاجات اللي كانوا تحطوه ذاك الاستفزازات ذاك الصور الفاضحة ذاك يعني التشويه والتشهير اللي كانوا تحطو عليها كان ممكن انها تنسحر اول شي حمزة مون بيبي ماشي شخص يعني معين واحد الشخص اللي تقبط ولي تشد دابا هو غير مخلص ولا مدفوع ليه مقابل باش يشوه فلان وفلان 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 ذاك الهضراليتي يقولوا على انه احقا بغا يحيد نصابة من البلاد ويحيد هذاك ماشي شغله حدك مشي يريض الشغل لبوليس شغل القانون الشغل لالعدالة شغل الناس الكبارototel ذراك حمزة موب ينهار يستهدفني م وصينو ناس عليها اجي يستهدفني هاد الناس ثрем معروفينش كون في السوسيال ميديا هذا الظلام معروفين الناس اللي كانوتي تحطو في الذاك الحساب هما الاعداء يا ذاك الكباري الدولة بدون ذكر أسماع سبب العدو وفع يعني بحل بغيتي تقول حقد غيرة نساء تقول لك صاحبك في الحرفة عدوك مني غادي تجيو دخلو في التفاصيل ديال هادشي غادي تلقاو ان من اسباب اللي تحل بيها حمزة موبيبو انا دايما انت نقولها وغادي نقولها واحد السيدة اللي ترى بيني وبينها واحد العداوة واحد بحل قلتي غيرها جات من جيتها مع انها جات لداري مع انها كلاس طعامي مع انها دخلت لعندي هي وقتها وكانت غادي تجيب موها ولكن الواحد اللي تكون خبيت لداخل دياله ما عمره ما تتقبل انه يشوفك في احسن صورة ولا يشوف الناس بغين اكلها هادك الانسانة مريضة اللي يكون معها باخي اكزام بغا نشرح لكم شي حد تخطف هادك الحساب تيدخلو عندو تقول له لا بغيت التحيد من ذاك الحساب غادي تتواصل مع فلانا باش تهضر مع ذاك الحساب يمسحولك هادك التواصل اللي غادي يكون مع فلانا هو اللي هي يا اما تطلب فيه فلوس يا اما تطلب فيه شنو بغاات يا اما محمتي كانوا مواضع دياله ابتزاز يكتب عليكم الكتاب اللي يقول لكم ما كانش ابتزاز حيت كو ما كانش ابتزاز ما غاديش يطول الحساب لهذا الوقت يعني غادي يفضي معايا انا اللي كنت السباب انه يتحل وغادي يسالي وغادي يحبس قبل ما يبددك شي وصلني في سناب ميساج يا اما تحبسي تسدي الحسابات ديالك كلهم يا اما انشوهو هاد شويه كون في نوصل ها احنا في نوصلنا وصلنا في قضية رأي عام حاجة تجبدو فيها رجلين ديال الناس بزاف الحساب بني تحل تحل مستهدف الاول ديالهم هو انا انت انا اول فاشتهكروا لي حسابي سناب وحساباتي كلهم دخلوا بينوا في حسابي انا اخدوهم اخدو المتابعين اللي كانوا عندي من بعد مي رجعت حسابي بمساعدة هاكر يعني اللي قوى منهم اللي رجعوا لي هم حلو حمزة مون بي بي ا حلو حمزة مون بي بي واحد بقاو مستمرين فيه سناب طلب منهم اليدانتيفكاتي يعني اللي يعطوه الايميل ديالهم ماعطوش سدوه لهم حلو حمزة مون بي بي 2 سدوه لهم حلو 3 هدا هو اللي يبقى موسيقى موسيقى موسيقى